طفان الهجرة غير النظامية يغمر حدود المغرب من جديد المئات من المهاجرين اتخذوا أساليب وطرقا مختلفة في عملية العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط كما نتابع في هذه الخريطة إذا تحدثنا عن شمال المغرب هناك طريقان أمام المهاجرين غير النظاميين إما تجاوز السياج الحدود نحو مدينتي مليلية وسبتة في انتظار المرور نحو الضفة الأخرى نتحدث عن إسبانيا أو اللجوء إلى قوارب الموت التي تنطلق من مختلف سواحل البحر الأبيض المتوسط مثل سواحل أقاليم الناظور الدريوش الحسيمة تطوان تنجا أيضا من بعض سواحل المحيط الأطلسية الشمالية من سواحل إقليم العرائش وأصيلة على سبيل المثال أما لو نتوجه جنوبا هناك طريق واحد لقوارب المهاجرين غير النظاميين الانطلاقة هي من سواحل الأقاليم الجنوبية منها طنطان العيون الداخلة الوجهة طبعا كما نتابع في هذه الخريطة هي جزر الكنرية التي تبعد بنحو 60 كيلو مترا عن سواحل المغربية ولعل من بين الأسباب التي جعلت محاولات الهجرة من سواحل المغرب الشمالية تغير بوصلتها إلى سواحله الغربية على المحيط الأطلسي في الأشهر الأخيرة هي تشديد عمليات المراقبة الأمنية شمالا بالإضافة إلى تفكيك جميع مخيمات المهاجرين العشوائية ترجمة نانسي قنقر